مرحبا شلونكم إن شاء الله دعا نكونونا بخير راح نشرح المحاضرة الأولى من الفيروسات اللي هي المحاضرة الثامنة من ضمن المنهج كله أول شيء الفيرولوجي هو العلم اللي يدرس الفيروسات وهذا التعريف مهم احتمال يجب الاختيارات الثاني شيء الفيروسات هي كائنات صغيرة جدا مجهرية أكيد هذا الشيء تعرفوه وهي obligate intracellular هاي الملاحظة ننتبه لها يعني بشكل إجباري تعيش في داخل الخلايا ما تقدر تعيش في خارج الخلايا بالنسبة للمكوناتها المكونات الفيروس من شنو يتكون نجيل الرسم الفيروس يتكون على حسب هذا الرسم من حامض أميني اللي هو نيوكليك أسد يكون دي اناي أو اراني ثانيا محاط بغلاف بروتيني يسموه بروتين كابسد بروتين كابسد وبعض الفيروسات تكون محاطة بانفلوب محاطة بغشاء خارجي بعضها بيها غشاء وبعضها ما بيها غشاء يعني مو كلهم بيها غشاء هذا الغشاء جاي من شنو؟ جاي من سير ممبرين جاي من الغشاء الخلوي للخلية المضيفة مثلا الفيروس صعب الإنسان وهو إلى القابلية يكون انفلوب راح يروح للسير ممبرين مال خلية الإنسان ياخذ من عندها ياخذ من عنده طبقة دهنية ويسوي النفس غلاف ثاني تمام؟ تمام هذه هو مكونات الفيروس احنا قلنا عندنا الغلاف الخارجي هذا تسميه كابسد قلنا عليها هذا مهم أو عندنا حامض أميني اللي هو دي اناي أو راني الحامض الأميني ويا الكابسد مع بعض يسموهن كابسومير يسموهن العفو الكابسد مكون من وحدات ثانوية اسمها الكابسومير أما بالنسبة للكابسد مع الحامض الأميني اسمهن نيوكلوكابسد نيوكلوكابسد إن شاء الله هايا صارت واضحة واشي عندنا الفيرولوجي هو العلم اللي يدوس الفيروسات الفيروسات إجباريا تعيش في داخل الخلايا الفيروسات مكونة من حامض أميني دي اناي وراني ومحاط بغلاف بروتيني يسمى الكابسد هذه الفيروسات بعضها يحتوي على غلاف ثاني أيضاً غلاف دهني هذا الغلاف الدهني ياخذ من غشاء الخلية المضيف مثلاً ياخذ من غشاء خلية الإنسان بعضها تحتوي على غلاف وبعضها لا تحتوي على غلاف الفيروسات التي لها غلاف ثاني الفيروسات اللي لها القابلية تسوي غلاف ثاني بالاعتماد على خلايا الضيف المضيف أو خلايا الإنسان تكون أضعف تكون هذا الغلاف يكون لذلك أنه هذه الفيروسات اللي تحتوي على غلاف ثاني راح تتأثر بالحرارة تتأثر بالتعقيم تتأثر بالمذيبات العضوية تتأثر بالكحول تموت بسرعة هذه الفيروسات إذن إذا يجيك بالاختيارات شنو الأكثر خطورة اللي عنده غلاف اللي ما عنده غلاف هو أكثر خطورة ليش لأن اللي عنده غلاف الغلاف هذا جهني وراح يتأثر بالمبيدات أو الحرارة أو المذيبات العضوية اللي إحنا نستخدمها وراح تأثر على الفيروس أما اللي ما عنده غلاف ما رح يتأثر بهذه الأشياء بيبلومير أو سبايكي هاي السبايك شنو؟ هنا أنا عندك هذي الفيروسات اللي يتمتلك غلاف ثاني عدها أتشو أن هذن البروزات اللي دا تشوفن زرقو صفر هذن هي الكابسل وهاي بتقدم المحاضرات رح نتعرف عليها ونعرفهم شنو هذن الكابسل عدنا هنا تعاريف كلش مهمة كلش يعني إجايات من أقول كلش مهمة ما تخلى الأسئلة من عدها عدنا الفيريون هو فيريون جاي من كلمة فيروس فيريون فيروس من حرف الفير ذكرها بالامتحان اللي هو هذا عبارة عن فيروس كامل يعني يتكون من نيوكليك أسد ويتكون منه بروتين ثانيا عدنا برايون برايون شوف يعني هاي شنون طريقة حتى تتذكر بها برايون تنتهي بحرف الأن تمام؟ من حرف الأن تذكر كلمة بروتين إذن بالبرايون يتكون منه بروتين ولا يحتوي على نيوكليك أسد ولا يحتوي على حامض نووي بروتين بدون نيوكليك أسد هذا البرايون أما الفيريود من حرف D تذكر نيوكليك أسد نيوكليك أسد شف حامض أمي نيوكليك أسد هم ينتهيب حرف D فهو يتكون من نيوكليك أسد without a protein بدون بروتين فتذكر هندن بالامتحان حتى ما تخبط به viral specificity شنو يعني؟ يعني ببساطة أنه الفيروس على حسب النوع مالتا كل فيروس إلى مستقبلات خاصة داخل الجسم يروح يرتبط بها مثلا التهاب الكبد الفيروس المستقبلات مالتا موجودة بالكبد الانتي جين مالتا فيروح للكبد ويرتبط بذن مستقبلاتها ويسوي إمراضية فيروس ثاني مثلا يسوي نيمونيا المستقبلات مالتا موجودة بالرأة فيروح للرأة ويسوي الإمراضية مالتا وهكذا هذا المقصود ب viral specificity genome of the virus يقول لك الجينوم ما للفيروس يتكون من DNA أو RNA ماكو مع بعض ماكو ثلانات حين سوى لا هو لو DNA لو RNA وهذا الـ DNA والRNA اما يكون сингل سترانت أو يكون double sırانت اما يكون singل سترانت أو يكون double sırانت احنا يقول لك الفيروسات بشكل عام بالطبيعة الاكثر انتشارا الأعمة الأغلب اما مكونة من single strand RNA أو double strand DNA يقول لك بشكل عام single strand RNA و double strand العفو اللي يعني اللي موجوداته بشكل بشكل يعني بالأعمل الأغلب double strand DNA single strand RNA أما الفيروسات اللي تكون إلهن أهمية طبية اللي تكون إلهن أهمية طبية فهذن اللي إلهن أهمية طبية يتكون من دبل ستران دي أني وسنقل ستران رأي بالنسبة للرأي موجب ورأي سالب هذن comparison تفهمن الرأي الموجب ببساطة أن الفيروس اللي يحتوي على الرأي موجب هذا إلى القابلية بشكل مباشر يروح يستحوظ على عضيات الخلية ويبدي يصنع نسخ إضافية من عنده يعني من يطلب لخلية معينة هاي الخلية المعينة مباشرة راح تروح للـ RNA مالتا وراح تقدر تبدأ عملية التشفير وتبدأ عملية صناعة البروتينات وراح يضاعف الفيروس أما الفيروس اللي هو ناقص RNA هذا شنو؟ هذا ما عنده يعني بالشكل الطبيعي بالوضع الطبيعي ما عنده من يطب للخلية يا الله عود يسوي ماسنجر RNA وعود نوع بالخلية راح تستخدم هذا الماسنجر RNA وتسوي ببساطة أنه الموجب RNA هو جاهز يعني جاهز ومستعد لعملية التكاثر والانقسام بالاعتمال على عضيات الخلية أما الناقص RNA هو ما جاهز لا عودي طبعا للخلية وعودي صنع RNA وعودي ضاعف نفسه هذا يعني شرح مختصر إنهم الجنرال البروبرتيز أوف ذا فيروس يعني مو هاي ذات أهمية لأن احنا حتشيناهن أنه هي تتكون من DNA أو RNA محاطة ببروتين وهي التفاصيل الكابسيد حتشينا عنهن بالبداية فما نلح بهن هنا أنا زايد الشي اللي اللح به أنه أكيد إنتقلنا أوبليغيت انتراسيلور إذن هو يضاعف فقط في داخل الخلية أوهم حتشينا أنه هي تكون من حامض أمينيوية الكابسيد اللي هو البروتين نجي أنه الفيروسات بشكل عام هي sensitive to interferon الانترفيرون يعتبر علاج للفيروسات فهذا ملاحظة لازم ننتبه عليها طبعا هاي هام لازم تنتبه عليها أن الفيروسات تمتلك جينات هاي الجينات تنظم عملية الغزو اللي تقوم بيها وكذلك تنظم عمليات الأيض مالتها مثل الهيبتاي تسعدها أربع جينات الهيربس عندها ميد جين structure of the virus يعني الشكل مال الفيروس هاي الأشكال عدنا الإيكوهيدرال هذا الإيكوهيدرال أغلب الفيروسات اللي موجودة بالمحاضرات مالاتنا هو إيكوهيدرال عدنا الشكل الثاني فأنت أي فيروس يجيك حيا الله فيروس يطيك يا من المحاضرات يقول لك هذا شنو الشكل مالته أنت دائما أختار الإيكوهيدرال وعدنا شكل ثاني اللي هو الهيليكال المثال عليها هنا توباكو موزايك فيروس وعدنا الكمبليكس حاط لك الشكل مالة البكتيريوفيج فإنت ما عدل بكتيريوفيج اللي هو كومبليكسو ما عدل هيليكال اللي هو توباكو موزايك فيروس الباقيات كلهن أخذهن إيكوهيدرال تمام؟ تمام method of replication التضاعف مال الفيروسات قلنا أن التضاعف مال الفيروسات يصير فقط داخل الخلايا الحية وفي خطوات هاي الخطوات ينحفظا بالتسلسل لأن المهمات اللي هي أول خطوة attachment يرتبط الفيروس بالخلية من iteration يخترق أول ما يخترق يصير لencoting يروح الغلاف مالة يظل فقط الـ DNA بعد ما يطوب راح يصير لreplication اللي هو يضاعف assemble اللي هو يبدي البروتين synthesis راح يتكون البروتين synthesis مراح يتصنع بروتين بالاعتماد على عضيات الخلية فهذا البروتين راح يتجمع ويالنيوكلك أسد ويالحامض النووي وراح تتكون فيروسات جديدة تتجمع مع بعض release هذه الفيروسات تطلع لي بره وتبدأ عمليات غزو إحنا عدنا اللايتك سايكل وليسوجينيك سايكل اللايتك سايكل ببساطة إنه إحنا عدنا الفيروس راح يتحكم بعضيات الخلية ويبدي يضاعف نفسه ويبدي يكون فيروسات جديدة هذه هي اللايتك سايكل الفيروس راح يستخدم عضيات الخلية ويصنع فيروسات جديدة اللايسوجينيك سايكل شنو؟ اللايسوجينيك سايكل الجينوم أو المادة الوراثية مال الفيروس راح ترتبط بالكروموسوم مال الخلية المضيف وراح تظل كامنة راح تظل خاتلة وبهاي الحالة الجينوم ما الفيروس يسموه برو فيروس يعني محترف اخذ برو فيروس يعني الفيروس المحترف اشلون فيروس محترف؟ هذا راح يظل نايم 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 عود ورا مثلا خمس سنين ورا اسبوع ورا عشرين سنة راح تصير ظروف مناسبة تأدي الى تحفيزها وراح يبدل امراضية مالتا لايتك سايكر رأسا راح تبدأ عملية التضاعف اللايسوجينك سايكر راح يخبط بالمادة الوراثية مال الخلية المضيفة مثلا مال خلية الانسان ويظل خاتل الى ان تجي محفزات معينة تحفزها وتنشطها ورا عدة سنين شنو التأثيرات مال الفيروسات على الخلية؟ يقول لك سايتوباثيك افكت اللي هو يتغير من شكل الخلية سيل فيسيولوجي اللي هي التغيرات التي تصير بال يعني الفيروس راح يصير عدة تداخلات في غشاء الخلية وراح يغير من حركة الايوانات مالتها بايو كمستوري راح يصير عدة تأثيرات على الدي اي و الار اي الجينوتوكسيك راح يصير عدة تغير في عدد كروموسومات الخلية بايولوجيكال افكت ركز على الاميوني بروباريتيز بريستانت انفكشن انه الضل الفيروس يعني حتى من يسوي لك اصابة معينة حتى من تنتي هذا الاصابة ممكن انه يسبب لك نوع من الانفكشن يضل خاتل ويضلها مستدامة في داخل الخلق سيفرال تايبس اوف بريستانت انفكشن هاي البريستانت انفكشن اللي توني حشينا عنها قلنا بها عدة انواع النوع الاول لتنت انفكشن اللي حشينا عن اللايسوجينيك سايكل انه المادة الوراثية للفيروس تختلط مع المادة الوراثية للخلية المضيفة وبالخاتلة بعد عدة سنين ممكن يصير لها تحفيز معين وسبب لنا امراضية كرونيك انفكشن ممكن تسبب لنا التهابات مزمنة سلو انفكشن التهابات بطيئة ولكن مستمرة ترانسفورمينك انفكشن اللي هي ممكن تحول لك الخلية العادية الى خلية سرطانية ماليقننت وسوي لك انواع من السرطانات مثل هبتايت السي تمام تمام فيرال لايك بارتكل هذا راح احتيلكي اياها باختصار هذه عبارة عن جزيئات شبيهة بالفيروسات عبارة عن جزيئات شبيهة بالفيروسات ولكن لا تمتلك مادة وراثية لا تمتلك حامض نووي لذلك هي راح صحيح تشبه الفيروسات بس مني خلوها للجسم ما راح تسبب لمرض فقط راح تحفز جهاز المناعة لذلك عن طريقها احنا ممكن ننطي فاكسينات ممكن ننطي لقاحات ضد انواع معينة من الفيروسات هذا هو الفيرال لايك بارتكل يعني جزيئات تشبه الفيروس تشبه الفيروس من ناحية الشكل ولكنها لا تمتلك حامض نووي لا تمتلك مادة وراثية لذلك احنا نستخدمها لتحفيز الجهاز المناعي فقط ولكنها لا تسبب مرض فيريود اللي هو بلانت فيروس الفيريود هو فيروسات تصيب النباتات هذا هو الفيريود تصيب بلانت أونلي بريون اللي هو هذا ممكن يسبب لنا امراض معدية هذا البريون ممكن يسبب لنا بالمواش اللي هي الشيب مرض اسمه سكرابيا وهذا المرض يتم العلاج مالتا عن طريق البروتياز عن طريق البروتياز لا يمكن علاجه عن طريق الاشعاع او استخدام مواد كيميائية فقط عن طريق البروتياز هنا نحن يحكي لك عن الأمراض العصبية اللي ممكن يسببها يسببها هاي الفيريود والبريون بالنسبة للحيوانات ممكن نحن حشينا عن السكرابيا اللي هي بالدماغ ممكن تسببنا جنون البقر اللي هو بسببه يصير عندنا جنون البقر هذا بالنسبة للحيوانات حشينا عن المواشي السكرابيا وهاي المواشي ممكن أن تنتقلنا هذا المرض للأبقار وسوينا كاو ديزيز جنون البقر كذلك الفيروسات ممكن تسوينا أمراض عصبية بالإنسان أنا صراحة هاي الأسماء ما لاتن صعبة فحفظتهم جاكوب ديزيز مان سندرام انزومنيا اللي هي أرق إذا تريد تحفظهم بهذه الطريقة فعادي أنت بالاختيارات راح تتذكرهم هنا نقول لك أنه هذه ما تنتقل عن طريق الوراثة مثل ما قلنا اللي هي عندنا إحنا المواشي أو أغنام مصابة بالسكرابية ممكن تسبب لنا عدوى للأبقار وسببت لها جنون البقر هنا نقول هم يحتي لك يحتي لك عني هذا اللي هو جاكوب ديزيز جاكوب ديزيز يقول لك هذا المرض يعني السبب مالته عن طريق الأدوات الجراحية الأدوات الجراحية الملوثة والسبب مالته اللي غلايكو بروتين ما للمضيف اسمه بي آر بي سي تحول إلى شكل معدي شكل ملتهب بي آر بي اس بي آر بي سي تحول إلى بي آر بي اس أعيد الكيان هنذني لأن هنا فعلا شوية مزعجات فحتى تصير عندك الفكرة واضحة الفايريود يصيب النباتات البريون يصيب النه الحيوانات سواننا بالحيوانات بالنسبة للشيب سواننا السكرابيا وهذا السكرابيا يتعالج بالبروتيز بالنسبة إلى الأبقار سواننا سبونجيو انسيفالوباثي اللي هي يعني شلون فجوات تصير بالمخ وسببت لنا جنون البقر بالنسبة للإنسان عندنا جاكوب ديزيز مان سندرام وإنزومنيا اللي هو الأرق القاتل حتشالك أنه هذه مو سببها وراثي سببها مثلا المواشي اختلطت ويا الأبقار وسببت هذا المرض في الأبقار بالنسبة للجاكوب ديزيز يقول لك إيجاي من تغير الجلايكوبروتين إيجاي من تغير الجلايكوبروتين بي آر بي سي إلى بي آر بي اس اللي هو شكل مرتهب الفيروس كلاسيفيكيشن يقول لك أكو فيروسات نباتية أكو حيوانية أكو فانقال فيروس اللي هي تصيب الفطريات وأكو بكتيريوفيج فيروسات تصيب البكتيريا بالنسبة لهذه البعلومات الباقية احنا حتشيناهم يعني أنه تكونوا الدياني أو الاراني وحكينا عن الكابسل وهذه الشرلات الطرق الانتقال كذلك هي معروفة مثلا عندك عن طريق الرسفيراتي الجهاز التنفسي عندك فيك الأورال عن طريق الجهاز الهضمي عندك التروجينيك ترانسمايشن عن طريق يعني نقل الدم وغيره سكشوال ترانسمايشن عن طريق سكشوال ترانسمايشن عن طريق جنسية وأنيمال أور انسكت أو عن طريق الحيوانات والحشرات أنواع الفاكسينات أنواع الفاكسينات Winter تعرفها هيته tastes أما فيروس حي يكون مضعف أو آخر سيكون معتصل트 أو مقتل النوب أما يكون مُستخلص من عنده που هذاء المستخلص عندك ليد2017 اللي وهوا سم ما الفيروس يكون غير نشط أو دي اي their vaccine فمن تحفظ حي معكي двух بس مضاعف أو مقتل يكون مقتل أو مستخلص من عنده هذاء المستخلص أما يكون سم غير نشط أو يكون دي اي بالنسبة لهذا اللي هني الجداول اللي هنه يوضح ان العوائل ما finals الفيروسات حاول قدر الإمكان تحفظهن إذا ما قدرت تحفظها هناك وشوفين هواسة بالمحاضرات يعني اللي راح ناخذهم كل فيروس تقرأ ارجع هنا للجدول وأقرأ العائلة ليه هنا تكون هذه المحاضرة خلصت إن شاء الله تمنياتي لكم التوفيق